يساعدون أنا أن أرحب صاحب السعادة الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا تفضل أصحاب السعادة أصحاب المعالي أصحاب السعادة عبد الفتاح السيسي رئيش الجمهورية العربية المصرية أضيوف الكرامة السيدات والسادة تهانينا إليكم بمناسبة استلامكم لرئاسته هذه الدورة 27 مؤتمر الأطراف لاتفاقية لأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وأن في لقائنا مناسبة أيضا للثناء على الأمين العام للاتفاقية والعملين ضمن الاتفاقية على حسن التنظيم والأعداد لهذا المؤتمر وأنا أتقدم بشكر بهذه المناسبة إلى حكومة مصر وإلى مدينة شرم الشيخ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مدينة السلام هذا أن اتفاقية لأمم المتحدة قد سطرت الطريق في شأن التغير المناخي في 2015 أعطينا لها مسيرتنا اتفاق باريس وفي الكوب السادس والعشرين في كلاسكو زدنا من الطموحات وأبقينا أمل بقاء ارتفاع الدرجات لحرارة دون درجة ونصف في المتناول وانا قاد مؤتمر السادس والعشرين الأطراف في كلاسكو كان مناسبة تأكدي من أنه على الجميع أن نفي بالتعاهدات أن هناك عهد لا بد من نفاع به والأهم من كل ذلك هو أن الالتزامات تبقى متنزلة من اتفاق باريس الموضوع هذه الدورة سابعة والعشرين أطراف إنما هو شعار متين معا لأجل التنفيذ وهذا يذكرنا بأهمية المهم الواقعة لاتقنا في مصلحة الكوكب والسكان الأجيال المقبلة ونحن علينا أن نرفع من مستوى الطموحات وأن نعمل سوية قبل أن يصبح التغير غير قابل للعودة عنها نحن لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نتوقف عن ذلك إن طبيعة جزيرتنا بلدنا في خضم المحيط الهادي هي ما يؤرق دول الجزرية صغيرة نامية من مشاكل مملكتنا هي البلد الثالث من حيث الأكثر تعرضا لمخاطر آثار تغير المناخي وشعبنا ذو صلة وطيدة مع المحيطات وعلى جل الدول الجزرية الصغيرة النامية فنحن نعول على مصادر السماكية في المحيطات كغذاء وفي تنميتنا الاقتصادية وفي ثقافتنا وفي تاريخنا الشعبنا دائما ما أثبت قدرته على مواكبة التحديات إلا أن الحجم العالي لانجراف الشواطئ وتصحر بعض الشعاب المرجانية واحتمال ارتفاع مستويات البحر تزيد من المخاطر مما يضعف قدرتنا على التكيف في وجه تعدد وتواتر الكوارث وازدياد كثافة مظاهر المناخية القاسية في الخامس عشر من شهر الأول من هذا العام كانت تونغا قد شهدت انفجارا بركانيا لم نشهد له مثيل في تاريخنا دمرت الديار وافتقدنا أرواحا بشرية والمجتمعات المحلية تعرضت للصدمة بسبب الصدمة الصوتية التي وقعت والموجات الزلزلية التي ترتبت عن هذا البركان تشريد السكان وانتقالهم وترحيلهم أصبح أمرا معهودا لشعبنا عقب هذا الانفجار البركاني التجربة حتمت علينا التعويل على التعاطف والتآذر من بلدان الصديقة والشقيقة السيد الرئيس ودونت هذه المناسبة للتقدم بالشك لكل من قدم مساهمة لشعب بلدي من أجل الانتعاش أقدر تآذركم وتعاطفكم تجاه شعب مملكة تونغا دعوني الآن التطرق لبعض التحديات المستقبلية المترتبة عن هذا الانفجار البركاني غير المعهود أولها هو توفير المياه الصالحة للشرب فذلك أن تلوث مياه البحر وتعويلا على مياه المطار للشرب أكد على حساسية هذا القطاع فنقص المائية يشتوجب تدركه من أجل من خلال تحلية مياه المحيط وإيجاد حلول أخرى ثم القطاع النقل وإن كنا لا نعبل في معاناتنا ولسنا مسؤولين على انبعاثات غازات الكربون فإننا نتحمل آثارا وخيمة لذلك في ثقافتنا شعبنا قد تعلم كيف يعيش مع المحيط ومع البيئة في تناغم وانسجام ولكن هذا توازن مهدد الآن بسبب وسائل النقل ونحن ملتزمون مع ذلك دولة جزرية صغيرة ببعاد دولية ونحن تعهدنا بخفض انبعاثاتنا تماشي مع اتفاق باريس وذلك في طار جهود طموحة للتخفيف والتكايف وقد وضعنا خطة طويت لأجل للتنمية وتشمل الطاقة والنقل وتعامل مع النفايات وتوطين المرحلين الأهداف ينبغي ترافق ترافق أهداف طموحة من أجل بيئة مستدامة منفتحة ومزدهرة لضمان المستقبل الأفضل لطنغا مثل هذه الأهداف وتدابير أيضا ستكون داعمة لإنفاذ خطة التغيير المناخية ومنذ 2016 مع استبقاء العلاقات متصلة بين مختلف الأهداف المتعلقة ببناء اقتصاد لمواجهة التغيير المناخية في تونغا منذ إلى قاية 2035 ثلاثين إن هذه الجهود إن هي حققة وواكبة مستلزمات التنمية وراعة احتياجات المجتمعات المحلية فإنها ستنجح وإن حكومة بلادي تعرب أنشغالها إذا نقص الدعم وعلى أساس التعاون بدأنا في وضع خطة استراتيجية إقليمية للقارة الزرقاء الهادئة لغايد 2025 وسوية سنتمكن فقط من التغلب على التحديات إن عمالنا وقراراتنا التي تتخذ اليوم سيكون لها أثار على حياة شعبنا ومستقبله وأنا يحدوني أمل بسبب جدو الأعمال الورى الهامش مؤتمر قمة السابعة والعشرين في شرمشيخ وأنا أتمنى أن يكون الجميع بنفس درجة التفاتل الأولي والعزم والالتزام لتحمل المسؤوليات المشتركة ومراعاة احتياجات المجتمعات العالم إن هذا لا أفضل دليل على وجوب الشراكة فيما بين جميع الأطراف في سبيل استجابة للطموحات والوفاء بالتعهدات المتخذة في طر الاتفاق باريس دعونا إذن جميعا نعمل على أنفاذ تلك القرارات وذلك من أجل بلوغ مستقبل أفضل مستقبل يكون فيه الرفاه والبقاء والسلام عاما للأجيال المقبلة وهذا ما سننتركه كإرث لهم شكرا ترجمة نانسي قنقر